أهلا بكم هل يمكن أن يعيش الإنسان بغير دين؟ التجربة التاريخية تقول له قد حاول الإنسان أن يحل العلم محل الدين وفشل حاول أن يستغني عن ربه وفشل حاول أن ينكر وجوده وفشل ما زالت الروح الإنسانية في قلق وتعب تبحث عن ركن ركين لراحتها هو الدين إلا أن تعدد الأديان وتنوعها واختلافها يجعل بعض الناس في حيرة أيهم الدين الحق ومن الطبيعي أن كل الأديان تحتكر الحقيقة وتحتكر النجاة وترمي الآخرين بالكفر كما العمل؟ البعض يرى الصراع حلا من ينتصر يسود والدنيا لمن غلب البعض يرى المقارنة والمناظرة والسجال صراع دون دم صراع الحجج والبراهين والحيل البلاغية والمنطق والبعض يرى الحوار حوار الأديان لا من أجل تغيير المؤمن لدينه بل من أجل مزيد من وعي المؤمنين بأديانهم مزيد من القبول والتفهم لغيرهم مزيد من التعايش للنبذ التفاهم للعنف المودة للكراهية فكيف يتحاور أصحاب الأديان المختلفة؟ ولماذا يخوضون هذه المغامرة وسط مزايدات المتطرفين من مختلف الأطرف؟ وهل هو حوار مجد وفعال؟ أم أنه محاولات لتأجيل المواجهة؟ وهل يملك كل طرف ما يؤهله لخوض حوار ندي؟ أم أنه طرفا يضغى على الآخر؟ وما هو ماضي هذا الحوار وتاريخه ومحاضره؟ والأهم ما مستقبله؟ في هذه الحلقة نحاول أن نجيب عن كل ذلك نشاهد هذا التقرير ويبدأ الحوار حين هاجر المسلمون إلى الحبشة هربا من البطش القراشي أرسل القراشيون خلفهم من يأتي بهم ووقف الفريقان يتناظران بالحجة أمام النجاشي ملك الحبشة وكان مسيحيا فحاول كفار مكتان يكيد للمسلمين وادعوا كذبا أن المسلمين يسيئون للمسيحية فقرأ جعفر بن أبي طالب على ملك الأحباش آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن المسيح وأمه مريم سيدة نساء العالمين فأنصت النجاشي لما يتلى ثم قال إن هذا أي القرآن والذي جاء به عيسى أي الإنجيل لا يخرج من مشكات واحدة أي من مصدر واحد أدرك النجاشي أن الرسالة واحدة وأن المصدر واحد وإن اختلفت المذاهب وتنوعت التشريعات والمتأمل للتشريعات الإلهية في الأديان الإبراهيمية يجدها واحدة في جوهرها وغاياتها ومقاصدها لكنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والمقامات وقد تبادل أصحاب الشرائع السماوية التأثير في بعضهم البعض تجد ذلك في التصوف والرهبنة كما تجده في التأثير الإسلامي الواضح في صياغة التلمود وبعض التشريعات اليهودية ساهم هذا التفاعل والتأثير والتأثر في تعزيز التعايش السلمي بين أصحاب الديانات السماوية وعاش اليهود والمسيحيون والصابئة قرونا طويلة في ظل الحكم الإسلامي وتركوا من الآثار الفكرية والأدبيات الدينية وكتب النقاش والحوار والتناظر بل والاشتباك الفكري مع المسلمين ما سجله التراث الإسلامي واحتفى به وعاد استكشاف الآخر من خلاله بل واكتشاف نفسه وعقيدته وذاته الدينية والحضارية وقد جمع المستشرق الألماني موريتس شتينشندر معلومات عن هذه المخطوطات وأماكن وجودها في المكتبات وتعريفا بمحتوياتها ومؤلفيها وجميعها ألفت باللغة العربية في العصور الإسلامية المبكرة وفي مرحلة النهضة الفكرية والتدوين ومن أمثلتها أصول الدين وشفاء المؤمنين لدانيال بن الحطاب السرياني في القرن الرابع عشر الميلادي ويرد فيه على الانتقادات الإسلامية للمسيحية وكتب عدة تعرض حوارات وأسئلة وإجابات منها محاورة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان مع النسطوري إبراهيم الطبراني وفي العصر الحديث راهنت بعض فلاسفة التنوير على نهاية حقبة الأديان وانتهاء دور الدين إلا أن التجربة أثبتت فشل رهانهم وسقطت مقولات موت الإله وعادت الأديان والبحث عن إجابات لأسئلة الحياة الكبرى لتشغل العالم الأوروبي بعد أن عانت القارة العجوز ويلات الحروب والدمار وتطلع العقلاء إلى علاقة مختلفة مع الآخر الديني والحضاري علاقة تقوم على اكتشاف الآخر وفهمه ومحاولة استبدال التفاعل بالصدام التعايش بالكراهية الحوار الديني والفكري بالصراع الدموي الصفري وعادت فكرة حوار الأديان لتكون إحدى ثمرات هذا التصور تبنتها مؤسسات ومنظمات وهيئات ورصدت لها الميزانيات والتمويلات والدعايات واختلفت التقديرات بين الفرقاء حول طبيعة الحوار ومعناه ومبناه ودلالاته الدينية والسياسية وما إذا كان حواراً حقيقياً على غرار سابقه في التجربة الحضارية للمسلمين أم إعادة تدوير ذكية أنتجتها ذهنية الاستعمار أهلاً بكم مرة أخرى ضيفنا في هذه الحلقة دكتور محمد خليفة حسن أستاذ مقارنة الأديان وحوار الحضارات في كلية الشريعة في جامعة قطر ضيفنا له العديد من المؤلفات من ضمنها كتاب تاريخ الأديان وكتاب تاريخ الديان اليهودية وكتاب أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر وكتاب الحركة الصيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي وكتاب المسلمون والحوار الحضاري مع الآخر والحوار منهجاً وثقافةً ضيفنا حاز على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة رابطة العالم الإسلامي لحوار الحضارات وجائزة شيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية من رزارة الأوقاف في قطر وجائزة الدولة التشجيعية في مصر عام 1989 أهلاً بك دكتور مرحباً دكتور نتحدث اليوم عن حوار الأديان نعم ما مفهومك لحوار الأديان الحوار المجدي الحوار النافع الذي تترتب عليه آثار ونتائج نعم بسم الله الرحمن الرحيم حوار الأديان هو طبعاً يعني شكل من أشكال الخطاب الديني الملتزم طبعاً بعدة ضابط الضابط العقلي والمنهجي طبعاً والضابط الموضوعي المنهجي الموضوعي بمعنى لأنه هنا مفهوم حوار الأديان هو في الحقيقة يعني طرح فاتيكاني غربي لموضوع الحوار طبعاً الإسلام دين يرحب بالحوار ويعمل به ويستقدمه ويوظفه في الدعوة وغير الدعوة لكن في الحقيقة يعني مفهوم حوار الأديان أتنا من الغرب عندما اهتم الباتيكان بإعادة تحديد علاقة الديانة المسيحية بالديانات الأخرى وكان الاهتمام موجهاً للديانة اليهودية أولاً ثم للإسلام بعد ذلك ثم الاهتمام بالديانات الشرقية فطبعاً يعني كان لابد من طرح يعني أسئلة لماذا يهتم الباتيكان بحوار الأديان ونحن نعلم طبعاً أن الباتيكان يعني هو يمثل أكبر مؤسسة تنصرية في الغرب فما الذي يقصده من حوار الأديان واضطر الباتيكان طبعاً إلى أن يعني يحدد هدفه والهدف يقول بأن الحوار حوار الأديان ليس وسيلة من وسائل التنصير حوار الأديان هدفه يعني تحقيق الفهم والتفاهم من أجل الوصول إلى التعايش بين الأديان الموجودة ومن ناحية أخرى علاقة المسيحية بالأديان الأخرى كانت علاقات يعني متوترة ومضطربة وهناك خلفية طويلة من الصراع خاصة مع اليهودية ومع المسيحية فأراد الفاتيكان أن يعيد بناء العلاقات المسيحية مع اليهودية والمسيحية على أسس يعني صحيحة وسليمة وجديدة أنا أردت أن نعم طيب أنا لفت انتباهي أن مفهوم حوار الأديان ذكرت بأنه مفهوم غربي معنى ذلك أنه عند المسلمين ألا ليس هناك وجود لهذا المفهوم لا المفهوم موجود والإسلام هو دين الحوار والإسلام دخل في يعني حوارات مع كل الأديان الأخرى إما عن طريق الدعوة أو إما عن طريق الدراسة الدراسة الموضوعية طيب ما المستجد ما المستجد عندما نقول أن حوار الأديان هذه كانت مشكلة الفاتيكان ومشكلة الغرب عموما طيب الغرب كما ذكرت أن الفاتيكان ذكر بأن الهدف من الحوار ليس التنصير أو الدعوة وإنما الهدف هو التعايش عند المسلمين أدعو لا سبيل ربك بالحكمة والموعيطة الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن فواضح أن المقصد من الحوار عند المسلمين هو الدعوة الحوار مستخدم على مستوى الدعوة ومستخدم أيضا على المستوى الإسلامي العام الحوار عندنا هو وسيلة علمية مثلا أنت عندما تدرس أي موضوع سواء كان موضوع ديني أو غير ديني الحوار هو إحدى طرق جمع المادة العلمية مثلا وإحنا رأينا هذا عند الشهرستان وعند البيروني في توظيفه للحوار في جمع المادة العلمية مثلا عن الديانة الهندية مثلا فيما يتعلق بالبيروني أنه يذهب ويقابل علماء ويطرح عليهم أسئلة ويطلب منهم تفسيرات لأشياء لم يفهمها فالحوار هنا وسيلة علمية بحتة لكن هو في نفس الوقت عندنا هو وسيلة دعوية ولا تناقض بين الاثنين هل يعتبر هذا خلاف جوهري في المقصد من حوار الأديان بين الفاتيكان وبين المسلمين بمعنى آخر هل مقبول عند المسلمين أن يكون حوارهم مع الأديان الأخرى أيضا بقصد التعايش وليس الدعوة هذا كان شرط أساسي وضعه الباتيكان وقبله المسلمون وهو عدم توظيف حوار الأديان لا للتنصير ولا للدعوة وقالوا بأن حوار الأديان هذا هدفه هو تحقيق الفهم أن نفهم بعضنا البعض وأن نتفاهم مع بعضنا البعض وهو وسيلتنا لتحقيق التعايش بين البشر يعني أرد أن يخرج التنصير والدعوة من الموضوع ويصبح حوار الأديان هنا يعني هدفا أنا لا أدري أن يسميه هدف علمي بحث خالص هو هدف اجتماعي أو هدف مجتمع التعايش يعني هدف نساني هدف نساني تحقيق من أجل تحقيق التعايش عندنا في القرآن وحتى في تاريخ المسلمين زاخر في المجادلة والحجج والبراهين والإلزام والإفحام مع أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى الآن تحت مفهوم حوار الأديان هل يغيب موضوع المناظرة وموضوع الإقناع لا يغيب بس هو فيه عادة توظيف لكل هذه الأشياء لأنه أرادوا أن يكون الحوار بعيداً عن الجدل وأنا هنا ممكن أن أستخدم الجدال الحسن تعبير القرآن يعني الحوار هو الجدال الحسن والجدال الحسن معناه أن تحترم من تجدله لا تجبره على لا تجبره على لا تجبره على معتقد معين أو على شيء معين تريد أن توصله إليه الهدف هنا هو لكن على الفكرة كلمة حوار أيضاً استخدمت في القرآن كثيراً قال صاحبه هو يحاول لا في أكثر من مرة يعني كلمة الجدل مستخدمة وكلمة الحوار مستخدمة نحن نميز الجدل المقبول من الجدل غير مقبول بالوصف الذي آت في القرآن الكريم الجدال الحسن والجدل الحسن هو الحوار هو المقصود به الحوار الذي لا يهدف إلى تقليل من شأن الآخر أو السخرية منه أو تسفيه عقيدته وهي شيء من هذه الأشياء وهو قائم على أساس طبعاً من أولاً الاعتراف الدين المتبادل يعني لا يمكن أن يكون هناك حوار أديان بين طرفين أو ثلاثة أطراف لا يعترفون ببعض من البعض وهذه برضو إحدى مشاكل حوار الأديان يعني مثلاً نحن في الحوار الحوار المسيحي الإسلامي الإسلام يعترف المسيحية والمسيحية لا تعترف بالإسلام فنحن أمام إشكالية والفاتيكان حاول أن يحل هذه التشكالية لكنه فشل صراحة معنى ذلك أن الفاتيكان الآن لا يعترف بالإسلام كديم؟ لا يعترف ما فيش اعترف بالإسلام كديم اليهودية نجحت في حوارها مع المسيحية ومن طريق الفاتيكان برضو نجحت في أن تحصل على ما يمكن أن نسميه باستقلالها وحصلت من الفاتيكان على اعتراف بالديانة اليهودية كديانة مستقلة عن المسيحية نحن في حوارنا مع الفاتيكان لم ننجح في هذا ولم ننجح في أن نحصل على استقلال الإسلام كدين وعلى اعتراف بالإسلام كدين مستقلة عن المسيحية كلمة مستقلة هنا عن المسيحية حضرتك تعلم طبعا أن المستشقين في الغرب وعلماء الأديان كثير منهم يعتقدون أن الإسلام مأخوذ من اليهودية ومأخوذ من المسيحية فلا توجد استقلالية للدين الإسلامي وأن حتى القرآن الكريم مأخوذ من المصادر التوراتية والتلمودية والإنجلية إلى آخره ولا زال هذا هو السائد الآن هل يعتبر أن هذا عائق أمام الحوار؟ هو عائق طبعا لأنه كيف أحاورك وأنت لا تعترف به لابد من الحصول على اعتراف بالإسلام كدين مستقل لا تربط الإسلام بالمسيحية ولا باليهودية الإسلام دين مستقل عن الدينين على الرغم من الصلاة التاريخية والدينية الموجودة لكن هناك استقلالية كاملة فاليهود عندما تحاوروا مع الفاتيكان استطاعوا أن يحصلوا على بعض المكاسب ومنها هذا المكسب الكبير استقلالية اليهودية عن المسيحية كدين بالإضافة إلى مكسب آخر طبعا مهم جدا بالنسبة لليهود كون شعار حوار الأديان يأتي من الفاتيكان ألا يعني ذلك بأن هناك هدف سياسي وليس هدف ديني بالتحديد؟ الفاتيكان هي جهة دينية وبنفس الوقت هي جهة سياسية أيضا والله من أن يمكن الجمع بين الهدفين يعني نقول الهدف الديني موجود بالتأكيد وإن لم يكن تنصريا لكنه موجود وطبعا الهدف السياسي موجود الفاتيكان يتعامل على أنه دولة من بين الدولة له علاقات بكل دول العالم وهو يوظف الحوار أيضا توظيفا يعني دبلوماسيا والحوار هنا هو قريب جدا من مصطلح التفاوض يعني تتفاوض بس على موضوعات دينية فالتوظيف بالتأكيد موجود برضو هدف يعني الوصول إلى المشترك الإنساني برضو ربما يكون هدف فاتيكاني أيضا لماذا؟ لماذا لا يعني كيف يتعامل المسلمون اليوم مع مثل هذه الدعوات؟ كيف يتعامل وأيضا كيف ينبغي أن يتعاملوا مع مثل هذه الدعوات؟ المسلمون طبعا يعني قابلوا حوار اللدين وأثبتوا مشروعيته يعني قرآنيا وحديثيا وانسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعويا لأن الحوار موظف مستخدم في الدعوة الإسلامية بشكل قوي لأن الإسلام يعني دين العقل ويعتمد على عمليات الإقناع والاقتناع في مسألة قبول الدين أو رفضه فالمسلمون عندما عرضوا عليهم موضوع حوار الأديان قابلوا بالتأكيد لأنه يتفق مع دينهم ويتفق مع حضاراتهم لكن المشكلة هي في الاستعداد الإسلامي للدخول في حوارات الأديان هل الإسلامي تقصد المسلمون؟ هل هم مستعدون؟ المسلمون نعم هل هم مستعدون؟ لأن المسيحيون لديهم الاستعداد لحوار الأديان وهم الذين طرحوه واقترحوه وهم الذين وضعوا له مناهي جواء إلى أخر فهناك استعداد فاتيكاني حتى أنا ممكن أسميه استعداد مسيحي عام لموضوع حوار الأديان على اختلاف المزاهب المسيحية في اليهودية أيضا يعني صحيح أن اليهودية ليست ديانة حوار لكنهم رحبوا بدعوة الفاتيكان من أجل تحقيق بعض المصالح الدينية وعض المكاسب الدينية وقد حقق بالفعل اليهود مكسبين كبيرين المكسب الأول هو الحصول على اعتراف بالديانة اليهودية من جانب الفاتيكان والعالم المسيحي وأيضا الحصول على تبرئة اليهود من دم المسيح لأن اليهود كانوا متهمين عبر التاريخ المسيحي بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام فالمجمع الفاتيكاني الثاني برأ اليهود من هذا الاتهم فإذا هناك تأهيل يهودي للمشاركة في الحوارات وهناك تأهيل المسيح يبقى التأهيل للإسلام المسلمون حتى الآن غير محلين الحوار الأديان علم وعلى المسلمين أن يتعاملوا معه أولا كعلم قبل أن يتعاملوا معه كوسيلة اتصال بالآخرين هو علم له الحوار علم أيها طبعا أولا هو مرتبط بعلم أكبر هو مقرنة الأديان فإذا لكي تكون محاورا عليك أن تتعلم الأديان الأخرى أن الثلاثة حواري مع الفاتيكان ده حوار إسلامي مسيح يبقى يجب عليك مسلم أن أعرف المسيحية هعمل حوار مع اليهودية يبقى لابد من معرفة اليهودية المسلمون غير مؤهلون الآن في هذا العصر بسبب تخلف علم مقرنة الأديان عند المسلمين الحوار كوسيلة أو أداة موجودة عند المسلمين لكن لم يصل إلى حد العلم أنه من في درس والجامعات مثلا التهييل هناك عدة أشكال من التهييل أنا عندي أولا التهييل في مقرنة الأديان وإحنا لم يكن لدينا أقسام لمقرنة الأديان فعندنا نقص أو عجز في المحاورين على هذا المستوى الديني العام وإذا كانت عندنا يمكن مشكلة مع المسيحية أخف أو يمكن مع اليهودية أخف لكن عندنا مشكلة حوارة ديام مع الدينات الشرقية نحن تقريبا لا ندرسها معزولين عنها تماما على الرغم من أهميتها القصوة وأنا ممكن أقول أن الدينات الشرقية هذه يمكن تكون أهم من اليهودية والمسيحية بالنسبة لنا كمسلمين لأن عالمنا الإسلامي ثلثة هو في الشرق يعني عدد ضخم جدا من المسلمين موجود في الهند وفي الاندينيسيا وماليزيا وفي الصين واليابان وغيره فنحن في أمستر حاجة إلى أهم بمعنى أهم أن نتعرف عليها أكثر نتعرف عليها وخاصة لو نظرنا إلى الجانب السياسي من الموضوع دولات القوى السياسية في هذا القرن الـ 21 في الحقيقة هي ستتحول من الغرب إلى الشرق هناك أهداف سياسية أحيانا للحوار وبعدين فيه أهداف طبعا دينية لأن هناك مشكلات للمسلمين في بعض البلدان الشرقية عندنا مشكلة في الهند وعندنا مشكلة الآن في الصين وعندنا مشكلة في سيرلانكا أو مشكلة يعني بعض القضايا الإسلامية قضايا موجودة داخلي إذن أنت دكتور ترى أن من الضروري والمهم عند المسلمين أن ينصب اهتمامهم في حوار الأديان نحو الشرق أكثر من الغرب لا أنا يعني لا أريد أن أعمل مفاضلة نحن أصله يعني تاريخنا الطويل كله مع اليهودية والمسيحية وخلفية الصراع الموجودة تقصد يجب أن نحن التوازن على الأقل يجب أن نحن نحن التوازن ونهتم بالعالم الشرق لأننا يعني على المستوى الثقافي والديني لسنا مهتمين بي طيب بالنسبة لموضوع الحوار عندما نتكلم عن حوار الأديان موضوع الحوار ما هو؟ على ماذا يتم الحوار؟ هل الحوار على أي الأديان أكثر صحة؟ أو أي الأديان يحمل الحقيقة؟ أو على ماذا؟ ما هو موضوع الحوار؟ والله هو يشوف تم الاتفاق يعني على أن الموضعات الدينية البحتة أو خلينا سميها الموضعات العقيدية لا يجب أن تناقش في الحوار موضوع العقيدة لا تناقش؟ هو حوار أديان؟ طيب ما الذي نناقشه؟ قالوا بأننا نناقش القضايا الإنسانية المشتركة طيب ما هي القضايا الإنسانية المشترك؟ هذه القضايا ستنتهي إلى قضايا اجتماعية يعني موضعات حوار الأديان الآن أهم المؤتمرات التي عقدت موضعاتها موضعات الإنسانية بحتها موضعات مثلا مرتبطة بحقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق حتى الحيوان حقوق الصحة العالمية الفقر المرض الجهل الكراهية الكراهية وكلها موضعات أنا من وجهة نظري أنها مرتبطة يمكن بوزرات الشؤون الاجتماعية أو الشؤون الصحية أكثر من ارتباطها بالأديان طيب لماذا قالوا بهذا الرابع استبعاد الموضعات العقادية هي جوهر الحوار عندما يتحدث المسلمون مع اليهود مثلا على الناحية البيئية لا يوجد خلاف ديني على البيئة مثلا إنما الخلاف الحقيقي بين الناديان هو على مسائل عقادية الرأي هنا أنه لم نصل إلى التفاق حول المسائل العقادية لن نصل لن نصل نحن مختلفين طبعا مع المسيحية مثلا في موضعات عقادية لا يمكن التنازل عن شيء فيها لا المسلم ستنازل ولا المسيح ستنازل عندنا اختلاف مع اليهودية برضو في بعض المعتقدات وليس لدى الطرفين السعدات التي تتنازل لأنه لا أحد يتنازل عن عنصر من عناصر عقادته إنما إذا كان هدفنا هو تحقيق التعايش الإنساني فإذا خلينا نناقش القضايا الإنسانية البحتة ونصل فيها ونعطي للدين دورا في علاج هذه الإشكاليات هذا النوع من الحوارات قضايا غير الدينية معناه حوار أديان ولكن على قضايا غير دينية هل تم الوصول من خلاله إلى أي شيء مشترك يعني هناك مناقشات حول كل هذه الموضعات وغبالك لكن هل لحوار الأديان يعني قوة تجعله ينفس للتوصيات التي يصل إليها كل مؤتمر من هذه الموضعات في كل موضوع من هذه الموضعات الإنسانية أبدا لأنه هو المؤتمر في الآخر هو بينتمي إلى مثلا إلى جهة معينة داخل دولة ولا يملك الصلاحيات ولا القوة التنفيذية التي تمكنه من تنفيذ التوصيات ولذلك هذه التوصيات يعني تذكر في كل مؤتمر وتكرر ولكن هذا يوجد تنفيذ صراحة طيب موضوع الآن ذكرت بأن مواضيع الأديان الحوارات هي مواضيع غير دينية لكن في المقابل في معظمها في معظمها إذا قلنا معناتها في قضايا دينية ممكن تناقش في حوار الأديان وما هي على سبيل المثال دكتور قضية مثل قضية مثل قضية الإلحاد القضية الإلحاد هي قضية تمس جميع الأديان فهناك مسلمون ألحد ويهود ألحد ومسيحيون ألحد هذه القضية هل تناقش مثلا كقضية مشتركة بين الأديان هذه تناقش لأن خطر الإلحاد هو خطر مهدد لكل الأديان خاصة الأديان التوحيدية فمثل هذا الموضوع بالفعل من الممكن أن يمنقشته لكن موضوع الإلحاد هنا هو خطر عام يعني نعم هو مرتبط بالعقيدة هذا فضيلتك أن تقول لي أن هذا مرتبط نعم هو مرتبط بالعقيدة لكنه لا يخص عقيدة كل دين من هذه الأديان هو مشكلة تواجه الهودية وتواجه المسيحية وتواجه الإسلام فممكن أن يجتمعوا عليها نعم وبالفعل هناك مؤتمرات عقدت حول موضوع الإلحاد لكن هذا بخلافة العلمانية يعني العلمانية لم يعقد حولها مثلا مؤتمرات أديان لأنه ربما لا ينظر إليها الآن على أنها يتمثل يعني هي أصبحت يعني معظم مجتمعات الغربية الآن مجتمعات العلمانية فأنت بتتحدث عن مجتمعات بحالها طيب نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحوار أهلا بكم من جديد ونجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد خليفة حسن أستاذ مقارنة الأديان وحوار الحضارات في كورية الشريعة في جامعة غطر مرحبا مرحبا أهلا دكتور هل ممكن أن يكون الحوار بين الأديان على الدين نفسه على أهمية الدين وجدوى ومكانة الدين ودور الدين في حياة البشر عموما اليوم كما قلنا قبل الفاصل هناك هجمة الحادية وكذلك هناك هجمة لا دينية تقلل من أهمية الدين ومن الحاجة إلى الدين وأن التطور في هذا العصر تجاوز حاجة البشر للدين وبالإمكان أن الإنسان أن يجد إجابات على الأسئلة التي كانت توفرها الأديان من مصادر أخرى كالعلم أو الفلسفة هل هذه القضية تستحق أن تكون محل حوار بين الأديان؟ لا هي قضية مهمة جدا ومن المفروض أن تكون أن تمثل هذه القضية يعني صلب حوار الأديان لأن كما قلت هناك ما يمكن أن نسميه بخطر مشترك على كل الأديان مثلا هناك الهجمة الإلحادية هذه تمثل خطرا منذ فترة كانت الشوعية مثلا تمثل خطرا على المسيحية وعلى الإسلام وعلى اليهودية فالفائدة من حوار الأديان هنا هو يعني توحيد ما يمكن أن نسميه بالجبهة الدينية أو جبهة الأديان تجاه هذه المخاطر المهددة بالفعل للأديان نحن نعلم مثلا خطر الإلحاد على الأديان الأديان خطر العلمانية التي تقول بالإلحاد على الأديان كان عندنا الخطر الشيوعي وأعتقد أنه بالنسبة للخطر الشيوعي كان هناك نوع من التعاون يمكن هو غير الظاهر ما بين مثلا الإسلام والمسيحية في مسألة مواجهة الشيوعية ونجحت دينان في هذه المواجهة بالفعل لأن أحد أسباب السقوط الشيوعية مثلا إذا كانت قد سقطت أحد أسباب السقوط هو هذا التعاون الإسلامي المسيحي في المواجهة وإن كان كل دين يواجه لوحده لكن القضية مشتركة والنتيجة في الآخر كانت لمصلحة الدين طيب مسألة الأخلاق من المعروف أن الأديان الشرقية أديان يغلب عليها التعاليم أو الإرشادات الأخلاقية هل ممكن لنا نحن كمسلمين أن تكون حواراتنا مع أصحاب الأديان الشرقية حول الأخلاق؟ نعم هذا هو المدخل الرئيسي للحوار مع الأديان الشرقية لأن الأخلاق هي المشتركة الموجودة بالفعل بين الديانات التوحيدية من ناحية وبين الديانات الشرقية من ناحية الأخرى لأن لا يوجد اتفاق حول العقائد العقائد مختلفة تماما ولا يوجد اشتراك في العبادات ولا في الطقوس ولا في الشعر حتى اللغة الدينية مختلفة تماما بين لغة التوحيد ولغة الديانات الشرقية فلا يبقى إلا الأخلاق التي نعتبرها هي المدخل الحقيقي لتحقيق التفاهم مع أهل الديانات الشرقية هل هناك محاولات من هذا النوع؟ أم لا؟ والله هو أغلب الحوارات التي تدور بين أهل الديانات التوحيدية و أهل الديانات الشرقية ها حول الأخلاق لأننا كما قلت أنه لا يوجد مشترك عقدي فلا حوار حول العقيدة لا حوار حول الدين بالمعنى المفهوم عندنا في الإسلام أو في الديانات التوحيدية دكتور قواعد الحوار هل هناك قواعد تضغط الحوار بين الأديان؟ أم أن القواعد المعروفة الأخلاقية في أي حوار حول أي موضوع؟ هل هناك قواعد خاصة؟ القواعد طبعا هناك أداب عامة للحوار وهذه معروفة وتكاد تكون موجودة في كل دين لكن هناك شروط للحوار يجب أن تتبع حتى ينجح الحوار أول شرط هو شرط الاعتراف الدين المتبادل أنا ذكرته طبعا منذ فترة وهو يعتبر أهم شرط من شروط نجاح أي حوار بين دينين أو بين أكثر من دينين إذا لم يكن هناك اعتراف دين المتبادل فالحوار لا قيمة له على الإطلاق لأن الحوار هنا سيدور بين السيد وعبد وبالتالي لن ينجح هذا أول شيء الأمر الثاني مسالة استقلالية الحوار يعني أن يكون الحوار مستقلا بمعنى أنه لا توجد عليه ضغوط معينة من جهة من الجهات من أطراف الحوار يعني نحن بنجلس عشان نتحاور فيجب أن نكون مستقلين استقلالا تاما ولا نخض على أي أوامر تأتينا مثلا أو مكولات تأتينا أو شروط مستقل الحوار تفرض علينا فالاستقلالية هنا هي في غيث الهم الأمر الثالث يعني أنا ما أسميه بديمقراطية الحوار ديمقراطية الحوار نعم يعني يجب أن نكون حوارا ديمقراطيا كل طرف من أطراف الحوار له الحق في التعبير عن دينه والتعبير عن قضايا دينه بشكل كامل لا يعطى دين من الأديان أفضلية في الحوار على دين آخر إدارة الحوار يجب أن تكون إدارة ديمقراطية بمعنى أن تكون إدارة متساوية لا ينفرد بها دين واحد أو أهل دين واحد من الأديان على وقية الأديان الأخرى الأمر الأخير وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا اللي هو شرط الاستفادة الدينية والروحانية من الحوار لأن أنا من الحوارات التي شاركت فيها أرى أن هذه الاستفادة قليلة خاصة في الجانب الروحي نحن الآن في حوار الأديان نحن أطراف ممثلين لأديان مختلفة وكل دين له تجربته الدينية الخاصة وكل شخص مننا يتحدث داخل إطار تجربته الدينية الحوار هنا المفروض نحن نتجاوز تجربتنا الدينية الخاصة ويعني نستفيد من التجارب الأديان المشتركة في الحوار وأنا أعتقد أن الحوار لو كان حوارا جادا لتعمقت التجربة الدينية عند كل طرف من أطراف الحوار لأن كل دين لديه ما يعطيه وكل دين ينفرد بأشياء في التجربة الدينية ليست موجودة عند الدين الآخر فهذا التبادل الحواري من الممكن أن يعمق التجربة يعني نحن لو نقشنا موضوع الإلهية بصرف النظر عن الاختلافات الموجودة لكن أنا من الممكن أستفيد من نقشة موضوع الإلهية على المستوى اليهودي والمسيحي والإسلامي والمسيحي من الممكن أن نستفيد من مفهوم الإلهية في الإسلام وعلى الأقل حتى هو يعني كل مننا يفهم مفهوم الآخر عن الإلهية ومن الممكن نخرج بمتشابهات وطبعا بالتأكيد هناك اختلافات ونعمل بالمتشابه ونترك المختلف فنقطة الاستفادة الروحية من الحوار هي في الحقيقة غاية عن كل الحوارات التي تدور هي أشبه بلقاءات علمية كل طرف يتحدث علميا عن شيء ما لكن الفائدة الدينية المتبادلة ليست موجودة في كلام سابق عن تقارب الأديان وليس حوار الأديان قبل الحديث عن حوار الأديان كان هناك الحديث الساد عن تقارب الأديان وطبعا هناك كثير من التحفظات على هذا الشعار وعلى هذا الاسم هل أنت مع فكرة التقارب أن ترى أنه يرسحيها؟ حوار الأديان لا يسعى إلى التقارب لكنه يسعى إلى التقريب وهناك فارق بين الاثنين التقارب الأديان ربما يكون الهدف منها هو وحدة الأديان أو توحيد الأديان في دين واحد أو غير ذلك من الأهداف المرفوضة أصلا وهي مرفوضة عند كل الأديان لأن وحدة الأديان معناها لم أغزف التعبير تميع الأديان الأخرى ودمجها في بعضها إزالة الحدود يعني إزالة المفاهيم الدينية الأساسية إزالة المعتقدات الأساسية وهذا غير ممكن غير ممكن جمع الأديان كلها في الدين واحد بالتأكيد هذا غير ممكن هذا يقودنا للحديث عن ما يسمى بالأديان الإبراهيمية الأديان الإبراهيمية ويمكن حتى سمعنا عن إقامة مجمع للأديان الإبراهيمية على ما أظن في دولة الإمارات ما رأيك بهذه التسمية الأديان الإبراهيمية هل هذا مسمى معبر حقيقي عن حقيقة الأديان؟ والله إذا أردت أن تبحث عن تسمية تجمع الديانات التوحيدية مع بعضها البعض اليهودية والمسيحية والإسلام فهناك أكثر من تسمية وأنا أفضلها عن هذه التسمية الديانات الإبراهيمية مثلا عندنا مسمى الديانات السماوية لأن هذه الديانات كلها تعود إلى الوحي والوحي طبعا سماوي هناك الديانات الكتابية لأن كل دي من هذه الديان له كتاب منزل فمن الممكن أن تسمى بالديانات الكتابية ما الإشكال في الديانة الإبراهيمية كأسه؟ الإشكال هو الإشكال الإسلامي في الحقيقة لأن الإسلام يرفض أن يرد الدين إلى واضع أو مؤسس عندما تقول الأديانات الإبراهية فأنت تقصد بدون قصد أن إبراهيم عليه السلام هو واضع اليهودية وهو واضع المسيحية وهو واضع الإسلام وهذه الأديان لم يضحها أحد هذه الأديان ديانات إلهية مصدرها الوحي كما أن الدين الإسلامي لا يسمى الدين المحمد نعم نعم طبعا المستشكون مثلا في الماضي الحمد لله الآن توقفوا عن هذا كانوا يصرون على إطلاق اسم المحمدية على الإسلام ويريدون من ذلك أن يرد الإسلام إلى واضع أو مؤسس هو محمد عليه الصلاة والسلام ويبتعدون عن استخدام التسمية التي اختارها الإسلام نفسه وهي الإسلام بالتالي هنا الإشكالية في تسمية الأديان الإبراهيمية أنها توحي بأن إبراهيم هو واضع أو المؤسس هذه الإشكالية من ناحية الإسلامية لكن الذين اختاروا هذه التسمية هم من أنصار حوار الأديان وكانوا يبحثون عن عامل مشترك يعني يجمع اليهودية مع المسيحية والإسلام فوجدوا أن شخصية إبراهيم عليه السلام شخصية مشتركة بين الأديان الثلاثة ويقال أنها أو تسمى بأنها أبو الأديان التوحدية فردوا هذه الأديان إلى لكن كل يديهم محتفظ بإسمه يعني المسيحية محتفظة بإسمها واليهودية والإسلام كل يديهم محتفظ بإسمه لكن هذه تسمية شرفية كذا يعني يعني تغسر الحوار إقامة مجمع يجمع كل هذه الأديان في مكان واحد أو معابد هذه الأديان المسجد والكنيس والكنيسة هل هذا ترى بأنه يساهم في إزارة الحواجز التعايش أكثر؟ بالله إذا كان المجمع هنا هدفه تحقيق التفاهم والتعايش بين الأديان فالأمر يمشي لكن هو من ناحية العملية من الصعب طبعا أنك أنت تجمع يهودا ومسيحيين ومسلمين في مكان واحد وكل واحد مثلا يصلي في معبده ولا في كنيسته إنما هو واضح أن الفكرة الهدف منها هي يعني تحقيق التعاون بين أهل الأديان الثلاثة يعني هي رمز أكثر منها حقيقة واقعية لكن احنا حيانا على فكرة بنجد المسجد جنب الكنيسة بدون فعل فعل يعني في مصر في كثير من المناطق بتجد المسجد مع الجامعة دكتور موضوع حوار الأديان كأنه يعني هو حوار بين النخب لكن واقعيا بين الناس هو الحوار لا يكون بنفسية الحوار بقدر ما يكون بنفسية المجادل الذي يحاول يثبت صحة ما عليه وخطأ ما على الطرف الآخر ونوع من أنواع الجدل أو أحيانا الدعوة هناك نماذج اشتهرت بين الناس كدعاة للإسلام ومحاورين أو مناظرين للمسيحية الشيخ أحمد ديدات على سبيل المثال أو الدكتور ذاكر نايك على سبيل المثال هذه الأمثلة هل تراها بأنها نماذج صحية في المجتمعات الإسلامية تعطي مزيد من الثقة عند المسلمين بدينهم أم أنها تزيد من شقة الصراع والنزاع مع أصحاب الديانات الأخرى والله أنا من وجهة نظري أن هذه الشخصيات المحترمة لا تدخل في حوار الأديان هذه تدخل في الجدل الديني لأن كل منها هو داعية يعني موضوع حوار الأديان مختلف وكتب على المستوى المسيحي برضو نفس القصة على المستوى المسيحي يعني هناك شخصيات مجادلة في الفكر المسيحي أنا لا أعتبرها تدخل في مجال حوار الأديان لأن هدفها هو إما الدعوة أو التنصير وذلك من خلال استخدام الجدل الديني الذي قد يعني يهاجم الدين الآخر وفكرة حوار الأديان هنا فكرة تستبعد جدا مسألة مسألة الهجوم وإنما الاحترام نعم كما قلنا دلوقتي في الاعتراف الديني المتبادل نحن نحتاجه وبعدين مسألة ديمقراطية الحوار وهذه الأشياء ليست متوفرة في عمليات الجدل وهؤلاء معرفين بأنهم دعاء وعملهم محدود في هذا دكتور ما هي النتائج المترتبة أو نتائج المرجوة حتى من هذه النوعية من الحوارات وخصوصا بين المتخصصين كما قلنا بأن هذه النوعية من الحوارات والغالب لا يشارك فيها الناس وحتى لا تبث في الإعلام فالناس لا يشاهدوها فتبقى في دوائر مغلقة بين مجموعة من المختصين وهناك تاريخ طويل من هذه الحوارات يعني عقدت عشرات إن لم نقل مئات المؤتمرات التي تجمع أصحاب الديانات لكي يتحاوروا في قضايا الآن ما هي النتائج النتائج الواقعية والنتائج المفترضة أو المرجوة نعم هي إحدى مشكلات حوار الأديان أنه كما تفضلتم أنه حوار نخب هو حوار بين مجموعة علماء موزعين على عدد من الأديان يلتقون يتقابلون يتناقشون حول موضوع ما وينفضل الاجتماع ولا يوجد أثر وأنا هنا أتحدث عن التأثير الاجتماعي يعني الأثر الاجتماعي لحوارات الأديان هل يصل تأثيرها إلى المجتمع؟ وإجابتي أنه لا لا يوجد تأثير الاجتماعي لهذه الحوارات لأنها حوارات يعني مغلقة على علماء يعني يختارون موضوع ما وينتجونه ويصلون فيه إلى ما يصلون وربما يعطون بعض التوصيات التي تنافز أو لا تنافز هذه ليست مشكلة فمشكلة أن هذه الحوارات حوارات نخبة هي إحدى المشاكل الأساسية لحوارات الأديان هذا فضلا عن يعني مسالة يعني تسييس حوار الأديان بمعنى أنه يوظف حوار الأديان توظيفا سياسيا فتبعته عن إيه؟ تبعته عن أهدافه الدينية وتحقق من خلاله أهدافا سياسية هناك مشاكل كثيرة على الفكرة مرتبطة بال أو ما نسميها بمعوقات الحوار معوقات حوار الأديان منها أنه حوار نخبة ومنها مسالة تسييس الحوارات حتى حوار الحضرات أيضا هو اليوم مسيس يعني نظرية سمويل هنتكو مثلا خاصة بصدام الحضرات ده تسييس الحضرات والحضرات من المعروفة أنها تلتقي ولا تتصادم لكن عندنا هنا نظرية كبيرة ومؤثرة تأثيرا ضخما في السياسة الغربية طيب الآن في الجامعات وفي دراسات دراسات مقارنة الأديان أو دراسات في تاريخ الأديان هل هذه الدراسات التي تتم عن طريق الجامعات هي تصب في مجرى حوار الأديان أم أنها شيء آخر مختلف؟ هي تصب لأنه يعني أقسام مقارنة الأديان أصبح حوار الأديان يعني جزء من من مهامها العلمية ولذلك وضعت مواد خاصة بحوار الأديان في كل قسم من هذه الأقسام لأنه حتى في الأقسام الأديان في الغرب نفس القصة حوار الأديان يدرس كمنهج لأنه أصبح كما قلتنا من فترة أصبح علما له أصول وله تاريخه وله أنشطته ومجالاته وعندما يعني تفق على أن حوار الأديان هذا يصبح نشاطا يعني إنسانيا عاما دخل في البرامج الدراسية وطبعا دخوله في البرامج الدراسية شيء طيب لأننا كما كنا نريد خاصة على المستوى الإسلامي نريد حوار الأديان يتحول إلى مؤسسة لأن معظم عملنا في حوار الأديان ليس مؤسساتيا يعني مراكز حوار الأديان قليلة جدا يمكن قطر تستسنى من هذا لأنه فيها مركز قوي جدا لحوار الأديان لكن في بقية العالم العربي لا توجد مراكز لحوار الأديان والعمل ليس عملا مؤسسيا وقد يكون تابعا مثلا لإحدى الوزارات ممكن يكون تابع الوزارة الخارجية أو تابع الوزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الدينية لكنه ليس مستقلا نقصد بالعمل المؤسسي هنا أنه يكون عمل مستقل بذاته عمل أهلي مثلا أو عمل متخصصين بعيدين عن القرار السياسي بس لازم يأخذ الصفة العلمية يعني الصفة العلمية هي أهم صفة لأننا هنا في جامعة بها قسم الأديان وأنا أدرس حوار الأديان فأنا عملي عمل يعني مؤسسي عندما أنتقل إلى المجتمع يجب أن يكون حوار الأديان أيضا عملا مؤسسا أن تكون له مؤسساته سواء حكومية أو مدنية ولكن مؤسسة اجتماعية يعني تعمل في المجتمع ولا تعمل على صعيد الأكاديمي أو العلمي بمعنى العمل في التأليف ويمكن هذا يعطي فرصة طبعا لحوار الأديان أنه يلعب دوره في النزاعات الموجودة بين أفراد المجتمع عندنا مجتمعات متعددة للأديان وتحدث بينها نزاعات فحوار الأديان هنا كمؤسسة من الممكن أن يشتغل على هذه النزاعات ويحاول أن يصل فيها إلى حلول في المجتمعات العربية هل المجتمعات كمجتمع بحاجة إلى هذا النوع من الحوارات؟ جدا نعم يعني المجتمعات العربية في الغالب هي مجتمعات مسلمة بنسبة تقريبا يمكن 90% لا التعددية موجودة الآن في معظم المجتمعات المسلمة التعددية موجودة وبالتالي النزاعات الدينية موجودة فأنت بالفعل يعني في حاجة ماسة إلى مؤسسات حوار الأديان لكي تشارك الحكومات مؤسسات تعمل من خلال المجتمع في المجتمع وليس على صعيد النخب بالضبطة وتشارك الحكومات في حل المشكلات التي تأخذ المشكلات الدينية على مستوى المجتمعات نعم دكتور محمد خليفة حسن أستاذ مقارنة الأديان وحوار الحضارات في كوية شريعة في جامعة قطر شكرا لمشاركتك معنا الله يبير فيك أنا اللي شارك الله يخليك شكرا لكم أعزائي المشاهدين نلتقي بإذن الله في حلقة ثانية وقراءة ثانية اشتركوا في القناة شكرا لكم